انخفاض كبير سجله البنك المركز السعودي في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف خلال الشهر الماضي حيث انقفض بنسبة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 ومقارنة أيضا بشهر مارس الماضي فقد شهدت تمويل انخفاض ل43% وبلغ حجم التمويل العقاري للأفراد خلال شهر أبريل 4 مليارات و 105 ملايين ريال وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي في الاستوديو ينضم بلين الخبير والمطور العقاري ماجد العرابي الحاثي سيد ماجد حيث هياك الله شهر حالي هذا الانخفاض هل هو انخفاض قياسي كبير مقلق كيف يمكن توصيف والله اكيد منذ ارتفاع الفائدة في البنك الفدرالي وكننا نتنبأ انه بيكون هناك انخفاض طبعا في الطلب على العقار لان ارتفاع البنك الفدرالي مؤثر على القطاع العقاري في كل انحاء العالم كون ان البنوك المحلية مرتبطة بالبنك المركزي وبالتالي في ارتفاع الفائدة يؤثر في عملية ارتفاع قيمة القرض فائدة القرض وبالتالي تقليص قيمة القرض فهناك لا يمكن للمواطن القرض الذي يصرف له من البنك شراء وحدة سكنية موافقة في السوق العقاري لان اليوم السوق يشهد ارتفاع اسعار في اسعار الوحدات السكنية مقابل ارتفاع فائدة في البنك ماذا الحل في مثل هذه الحالة؟ لانه كمان متوقع انه ستكون في زيادة يعني في الفائدة يعني من خلال التوقعات ايضا في البنك الفدرالي خلال فترة القادمة وبالتالي في المعدل سيتم زيادة في التراجع وهذا هو اللي شفتنا امس تقرير انه ما زالوا مصررين انه خلال السنتين القادمة يظل مرتفع لتقليل من التضخم في الولايات المتحدة الامريكية وبالتالي سيؤثر على الدول المرتبطة بالدولار فهناك اشكالية اما انه تنخفض الفائدة من خلال البنك الفدرالي وارتباطنا به او انخفاض الوحدات السكنية اسعارها في السوق السعود واليوم شاهدنا انه في حراك مع المطورين في ليونا في عملية المفاوضات وجود هدايا وجود يعني مغريات للمشتري لربما يعني يعني يحركون السوق شوي طيب اذا استمرت هذه المشكلة نعم وين وين تتجه الازمة برأيك وهل يمكن ان يكون هناك حل لا بد يكون هناك انخفاض في الاسعار اللي لم يكن هناك انخفاض في اسعار الفائدة فلا بد يكون هناك انخفاض في اسعار العقار لتوافق القيم القدرة الشرائية للمواطن تلمس انه هناك انخفاض في الاسعار في العقار يلائم حجم الارتفاع في الفائدة الازمة لجلسة تحصل مقارنة بدول اخرى يعني مثلا على سبيل المثال يقارن في امريكا ان هناك انخفاض كبير في اسعار العقار بالنظر الى تغيرات اللي حاصلة في الاسعار الفائدة يمكن احنا في المملكة العربية السعودية نمتاز ان هناك في حماية للمواطن في انه القروض العقارية بالذات ما تتبع البنك او تتبع الفائدة اللي هي السبرالي في ارتفاع وانخفاض الفائدة فهي مثبتة الى عشرين سنة تقريبا فهذه واحدة من ضمن الامان بالنسبة للناس اللي اقترضوا وانتهوا حذول في امان يعني باذن الله لكن المقترض الجديد الآن اصبح القرض اللي بياخذه مثلا بياخذ مليون البنك بيحسب عليه سبعمائة من مئة الف فاصبح القيمة عالية جدا نعم فائدة عالية جدا وايضا قللت القيمة القرض اللي كان بنك يعطيك مليونين اصبح الآن يعطيك القرض مليون فما تقدر تشتري وحدة سكنية من السوق هنا اليوم في تغير حتى في المطور العقاري اصبح يستهدف الشريحة الاقل سعرا واليوم الحمد لله يعني الشركة الوطنية قاعدين نشوفها تقدم خدمات جيدة من خلال الاسعار اللي قدمتها في الظاحيتين اللي قدمها قدمتها وزارة الاشكان فرسان بس بالنسبة والتناسب هل في انخفاض في اسعار العقار انتن شايفه مشهود كنتيجة طبيعية لهذه الحالة ولا لا ركود موجود انخفاض في الاطراف موجود زي ما قلت لك اول ما كان فيه عملية تفاوض مع المطور في الوحدات السكنية اليوم لا اصبح فيه تفاوض فيه هدايا فيه امور يعني ثانية بدت لانه اصبح يعني كان اول يبيع الوحدات السكنية وباقي ما خلص الان تقعد عند اربعة خمسة شهر ما ما قدر يبيعها بعيد لك نفس السؤال استمرت الامور بنفس الشكل بنفس الوتيرة يعني بالتالي سنشهد ربما نتائج حتى ورقام قياسية ربما فيه في انخفاض نسبة القروض خلال فترة القادمة الاثر المتوقع وشو في هذه الحالة الركود وين ممكن يوصل وهل ممكن ينسحب على نحن لابد نقول نحن نتكلم عن قطاع الشكني فقط أي قطاعة الثانية ليست لها علاقة بالقروض ولا فالقطاع السكني اكيد لابد اجباري انه ينخفض لم تنخفض الفائدة اليوم قاعدين حتى شفت في التقرير اللي قدمت لهم العمس انه فيه ايضا انه وصلت مستهدفات وزارة الاسكان الى تقريبا يعني قربت الى تقريبا سبع وستين في المية يعني قربت المستهدف اللي هو سبعين في المية اللي يكون في عشرين ثلاثين وهذا واحد من ضمن الجوانب اللي الحمد لله يعني قدمت فيها الوزارة شوت كبير فالاجباري هنا لابد ان يكون فيه انخفاض في 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 الاسعار تكلع فيها وانشاكل ومقدم اكتواجدك ماجد العرابي الحالة الخبير والمطور العقاري شكرا جزيلا لمتابعة المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانية والوثائقيات والتقارير الاخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات